اشتركوا في القناة هي الما باش تلقى حلول وقل اضرب هذا باش صفقة ذي ما تتمش لانه فم دولة في المغرب العربي ومتهمة بعلاقتها المتطورة معدتي حد الشغل ماذا باهت بها هي الفصفات بتاعها والفصفات بتاعنا اللي عندنا 4.1 مليون طن جاعدين مالجينيش كيفاش نقلو هي تشخر وزيدة بوفها وملخر سي نجيب تشخيص التشخيص متاعك مش مشكلة نسمع فيك مساعة يستيدي احلر انا ديما الاتحاد ديما يحب الاشنطن الفصفات عبر عبر تلينوات وديما ندافعوا ديما المداخير تدخل خزينة الدولة اليوم نقول لك احنا من والفين وحداش المداخير قاعدين في جيوب البالونات خاسرين الاف مليار نتيجة الاعتصامات المفتعلة اليوم ما تقول لي انتي مننكل احنا احنا ما دابين مننكلوا الاف الترانس وهذا ما نتمنوه الناس الكل لكن هل تم توفير الظروف الملاء من الشيء هذي هلأ امه قادرين اليوم ما كانوا ينكلوا الشيء بتقول فيه انتي اليوم ما في ذل اهتراء الستة ونقص الفادح من الاعوان هلأ احنا قادرين باش نقضوا كل شيء هلأ احنا قادرين اليوم احنا مع احنا تقريبا عبنا ميتين باقون باش ننكلوا كذا ونقولوا الافرور فيها الدولشون باش ننجموا هذي الحمولة وينما طولات الاشراف وليات الحكومة تحتي على النقر والمشاريع واضح واضح سينجيب شكرا جزيلا على التوضيح تذكير اضراب راهو مهوش 48 ساعة 24 ساعة فقط وتستأنف الحركة بداية من الليلة منتصف الليل هكا ولا يا سينجيب نعم يعطيك صحاك سينجيب الجلاسي كاتب عام نقابة سكك الحديدية كان معانا مباشرة للايضاحات وتقديم ايضاحات حول اضراب اليوم في سكك الحديدية نجيب شنين الحكاية اللي واحد عندك ما يفيد هذ التحليل معانا هذي مؤامرة عندي مؤامرة يعني هذز معانا هتتهم في اطراف نقابية بانها تفقت مع طرف خارجي ردبير كرار الكلم اللي قلت وختير خلينا نقوله معانا المملكة المغربية باش عنا صفقة نهار خمسة مارس باش تخرج لتصدير الفوسفات الصناعي معاناها الفوسفات الصناعي عملوا اضراب في السكة الحديدية نهار اليوم باش يأجلوا الصفقة هذية وتونس اللي ما عادش تنجم ملتزمة بالموعد متاحها خدمة تنجي يعني هذا كلام سمحني عاد عاد هذا كلام اخطر من الوفاق بتاع التقابر عن الدولة يعني ما بورهين يعني هكي نلقيه التهم هكي جي زافة نجي بتفضل لي لا لا هذا اليوم رجعنا بنسبة 94% نخرجه في الفوسفات من قفص معانت الفوسفات قاعد يخرج وحكيناه في البلاتوه هذي جمعة التالي بنسبة 94% الفوسفات قاعد يخرج المشكلة وي في نقل الفوسفات المشكلة في نقل الفوسفات الفوسفات بوجود المشكلة في النقل بتاعه لانه شمان دفئ ما تنجمش نقل الفوسفات جت الدولة التونسية وشاركت فوسفات قفصة وعمل اتفاقية عنا اتفاقية بورينار خمسة مار الصفقة يلزبها تخرج كي شباب عطل على العمل فردايف اسمع علي فما سابقها بشتخرج بشي يبدو يخرجوا في الفوسفات الصينعي حبوا يحتجوا بشي عطل ويلي الجيها بتاع قفصة عمل لما هم جالسة واتفقوا وبدأت له مرماشية وخرجوا في الفوسفات بتاع قفصة ووقفة لاتي ساميت ووقفة واملع رئيس كانت تذكرها صار شدوا ما عنا تمونا وشد صغيرة والشابي بقبلت والدولة بدأت تخرج في الفوسفات نم العرس وبردايف نجو فجأة معانتها في 24 ساعة وقت الميناء المفروض حذروا الحمولة بش تمشي للدولة اللي بيعني لها يتم اضراب الشمان دفات هي بتبيعتها هذا بذيك نجيب يعني هو يقول لك هنا معلم الدولة من 17 فيفري عملت البرقيات معناها اللازمة وفق القانون عليش تربط هذا بذيك نحنا ما صدقنا اللي الفوسفات مش يرجع تعرف برهانش عنا تو وفلوس بتاع فوسفات في قفصها 2.1 مليون نحنش مش ناخذوا دولارة صندق النقد الدولي والمنوعين واللوبيات مش ما ناخذوش قدش مش ناخذوا 1.9 الاربع سنين 9 مليار 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 دولار لكن هيدا ما يهمنيش اهمني الاتهامات الخطيرة اللي تحكي فيها يا نجيب يا برهان قول قول نعمل فيه تحليل اي 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 يا برهان تعمل فيه تحليل فعديد الناس اللي تتبع في الشأن العام تقول لك المغرب عندها هدور فيه تعطيل فوسفات عندها سنوات لا انتي فقط انتي تحكي معاكاته بعام النقابة تعملوا والمعروف العلاقة بالاتحاد اللي عم بتوصي الشغل والدولة هذي هذا معقول هذا عند القاس يوداني يا برهان عند القاس يوداني يقول لك فيه تحليل سياسية تحليل تيه تحليل برهان فما فرق صغير خان كم من حل فيه فقاس يوداني يعرف اللي يروش اللي المغرب تلعب فيه دور في تعطيل الفوسفات ويروج سماعت انت وانتم pikir الشيحات يروش لا 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 ماهمنيش في المغرب وهذا يصير على المصال اما كي تقوللي المعروف ان الاتحاد العام توصي للشغل عنده علاقة جيدة مع المغرب اتحاد الشغل معروف اتحاد علاقة مع دول جيدة معاها ينسق مع المغرب في تعطيل الفوسفات لاتحاد عنده علاقة لحظة ده بان انت عاد شغلو المغرب ولمغرب كي ما علاقة مع الجزائر نوردين طب ويشي جاي عالجزائر كي ما علاقة زاي بها تشكون كورو بتاعنا فد الفصفات ايش ده مش بيك لجزد خليك ترى قصة هذية باي بشناي الناحي هذا يكون لي كاي عليش وقت اللي هي بدأت تتحرك لومو باي يصير لضرق اي خليك هكا خليك تترحها السلامة هي نترح تسألنا قلت له ألسل الخبيثة جيلو لا والاتحاد عنده علاقة بالمغرب والاتحاد عادلية مؤامر اختر من المؤامرات الدولية اوكي يلا كنت اسمع في طرح التعليق اول حاجة على العموم على العموم ما نعدلوش على على تخمينات فيها بعد مؤامراتي مع التذكير وانوذي قاعد يتقال من الفين واثناعش شرية لفاه بعد مؤامراتهم حكاية المغرب والفوسفات في بيلك فما سرق نهار خمسة مارسة في بيلي في بيه نفس الحديث خليتك تكلمين عن مقاسيت شعليك مقاسيت شعليك مقاسيت شعليك بور ناجي شقاعد نقول لنا حداش نسناء سمعناها الحكاية هذي لكن فما تفصيل مهم حتى في هال هالفكرة اللي تقالت يقال وانو فما المغرب عاونت بعض الأطراف الموجودة في الحوض المنجمين ما هوش الاتحاد ما عنداش علاقة بالاتحاد راوا تعطيل انتاج الفوسفات في السنوات الأخيرة ليهوا من فعل الاتحاد وليهوا من فعل حركة الناس عندوا بعض قبل يا عشائري فوضوي أولاً سيطرت عليه بعض اللوبيات ليهوا نقابية ولاهوا اليوم الفوسفات على جميع تنقل جميع قفصة هوا موجود الفوسفات بل والمهمود اللي شبيه اليوم الفوسفات موجود في قفصة مجدد أول حاجة الدولة اللي نقول فيها راوا صالح لكل الحكومات من طرف الرؤساء الكل اللي شدوا حكيت أنه الشبان بتاع المكنيسي اللي قاعدين يوقفوا اللي يحبوا الترسيم لها عامين وثلاث صحيح تفضل هي تفضلت وتعود ترجع ما فضوض ما فضوض لما راني جيتني ملاحظات معاش نتكلموا مع بعضكم يهديكم حد لا عادي يسمع تفضل يا مراد كمل بعض عقب علينا أنا كملت تقريباً الفكرة ملاحظة بركة في إتار قوس وتعقيب صغير علي قلته أنت قبليك على رئيس الجمهورية كما رأوا رؤساء الجمهورية بتاع تونس كل هدف انت يحمكن أن يحميه تونس انت قلت وقت نحكيه على الوقت نحكيه على الوفاق الإرهابية على الوفاق الإرهابية الرؤساء الكل معنى ماش حاجة هذا الرئيس الرؤساء الكل اللي قبلوا الكل كما البجي قايتسبشي كما المرزوق كما بنعلي كما غير لونك حتى في مسألة في المسلة هذه مسألة الفوسفات أولاً ولا في مسألة نقل أولاً يلزمنا نفهمه إذا كان الدولة اليوم قادرة باشتفي بالالتزامات متاحها وإلا مرة أخرى كما قلناه على المساجين السياسيين الموجودين يخويا خلي نكونوا واضحين تجي الدولة تتكلم أما في تار ندو الصحفية ولا في تار حوار نعرف الكلمة هذه ما عادش محبوبة سبا قولوا احنا الاتفاقية اللي صحة عناها في التعليم في النقل في الصحة في بعض المؤسسات الهم رانا معاش نجل في سيوبيا يا سيدي يا اتحاد يا مو يا كونيكت ما فمش كان الاتحاد يا ايوتيكا ايجنت لمو نلقاه حل يا نقبات تحبوا مش حتى نقبات الاتحاد يا ممثلين عن القطاعات رأنا احنا اليوم وعدنا بش نزيدوا في شهر 6% اوكي نزيدوا نلقاه حل نزيدوا 3% ون... ونأجلوا البقية للمواعيد أخرى يلا شهروا نرجع وصيب الحلقة الخميس 2 مارس 2023 الزياد انا انتي كنت دوما تنادي بالضرب بايدي من الحديد على كل ما يمس مصالح الاقتصاد الوطني خاصة في قصة الفصفات بين المقاربة بتاع نجيب اللي مشاه فيها في اتجاه انه فما مؤامر وتخطيط وبين مقاربة مراد اللي يقول لك اللي الدولة كان عليها انها تصارح مختلف القطاعات النقبية وعليها الى الان تقول لهم راهوا الاتفاقات اللي عملتها سابقا ما عادش نجم نوفي بالالتزام ها وقدانكم وضعية البلاد بلاد كاملة تستنى في صندوق النقد الدولي بلاد كاملة تستنى باش تخرج من ازمتها المالية نخرجوا من الازمة المالية نقسموا مبعضنا معانتي حتى اشكالي بين المقاربتين انت وين ترقى روحك في علاقة بالاضربات هذه يا الهام وانا نقول لك هنا هالموقف هذا فانا اطار ممكن انه يتسوق او بالشكور الادق ممكن انه يقنع ويلقى فمتي الالتفاف حوله مع الملاحظة اللي يدفع ثمن للضربات هذه هو المواطن اللي بسيط اليوم اللي يدفع ثمن توقف السكة الحديدية هو المواطن بعد نشكرها بما فيه هكالمواطن اللي يخدم في الصحة العمومية وعمل الضربات بتاع الصحة العمومية الاستاذ ولا المعلم اللي حاجب هكالمواطن اللي عمل اللي يسكر فمتي له طروط على خارق ربي فمتي لي ماشين وجايد بما فيه هكالمواطن اللي عمل الضربات بتاع المترو الخفيف بتاع الكار الصفرة وكل واحد ينظر كان للمصلحة بتاعه هو وللمطالب متاعه انا مش مش ناقش المشروعية بتاع المطالب البطالب موسيقى 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 موسيقى